اشتركوا في القناة تنمية صناعية والتجارة وتطور القطاع الخاص محمد حامد كوة والوفد المرافق لرئيس الوزراء من الجانب الشادي ومن الجانب السوداني وزير الدولة للاستثمار السوداني بالإضافة إلى سفيري البلدين وزير التنمية الصناعية والتجارة وتطور القطاع الخاص محمد حامد كوة تناول ناصية الحديث موضحا للجانب السوداني الفرص المتوفرة والمزايا التي يمكن أن تقدمها شاد لرجال الأعمال السودانيين في إطار مساعي البلاد نحو تعزيز التعاون الثنائي وفتح المجالات أمام الشركات والمصانع السودانية اللقاء شهد مداخلات عدة من قبل رجال الأعمال السودانيين الذين أبدوا استعدادهم للدخول في الاستثمار في تشاد خاصة في المشروعات ذات الأولوية من أجل تنمية تشاد في قطاعاتها المختلفة الصناعية، الزراعية والخدمية بضلا عن نقل الخبرة السودانية إلى تشاد وفي هذا السياق قدم رجال الأعمال السودانيين أسئلة للتعرف على النشاط الصناعي والفرص المتاحة مثلا في قطاع المنتجات الصناعية والغذائية والطبية في رده على استفسارات رجال الأعمال السودانيين طمأن وزير التنمية الصناعية والتجارة وتطوير القطاع الخاص محمد حامد كوة رجال الأعمال السودانيين بأن الأبواب مفتوحة أمامهم للمجيء للاستثمار وأن الحكومة ستمنحهم كافة التسهيلات والامتيازات وعلى رجال الأعمال السودانيين أن يسبق الآخرين ويكون لهم موطئ قدم في تشاد بدوره رئيس الوزراء فاهم فلاك ألبير تحدث عن فرص الاستثمار والبيئة المهيئة للأعمال في ظل الاستقرار السياسي والأمني لتشاد وكذلك موقع تشاد الجغرافي وعضويتها في التجمع النقدي والاقتصادي لدول أفريقيا المركزية مما سيفتح المجال أمام رجال الأعمال السودانيين ليس فقط للاستثمار في تشاد وإنما إمكانية تداول منتجاتهم في دول السماكة داعيا رجال الأعمال خاصة شركة سارية للمجيء إلى تشاد من أجل الاستفادة من هذه الفرص بشيرا إلى أن الحكومة تتوقع مشاركتهم في مؤتمر حشد الموارد لتمويل الخطط الوطنية للتنمية نائب رئيس جمهورية السودان حسب محمد عبد الرحمن أشاد بالعلاقات الاستراتيجية والسياسية والأمنية بين البلدين وأكدا ضرورة تفعيل هذه العلاقات وترجمتها إلى مصالح اقتصادية مشتركة بين الدولتين مقترحا في هذا السياق إنشاء مجلس رجال الأعمال السوداني والشادي من أجل تفعيل التعاون هذا ونشير إلى أنه بهذه المناسبة قدمت جامعة علوم التقانة خمس منح دراسية لشاد بحدث تقويات كفاعات العاملين في قطاع المناجم بالدول الفريقية سيما في مجال استقراج الموارد الطبيعية من عجل التنمية الشاملة جعت هذه الورشة القاصة باعتماد قوانين المناجم الذي طم إصلاحه من عجل تحقيق تنمية قطاع المناجم حيث استحلت المناسبة بكلمة مسعولة تنمية الموارد البشرية لمؤسسات وسط إفريقيا في مجال استقراج الموارد الطبيعية كلادوم سيقام التي أشادت بدور وزارة المناجم والجيولوجيا الشادية على اهتمامها البالغ في تدريب وتأهيل الفنيين في حز القطاع مشير إلى أهمية هذه الموارد الطبيعية الذي لها دورا حما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أثناء كلمته الافتتاحية لهذه الورشة وزير المناجم والجيولوجيا يوسف أبا صلا أثناء على الهضور والمشاركين الشاديين في عمال الورشة الخاصة لتنمية المناجم وأكد أن الحكومة الشادية تولي احتماما كبيرا في هذا المجال كما أن هذه الورشة تسمى للمشاركين الاستفادة القصوى لتنمية قدرات حمل علمية بغية الحصول على الأناصر الأساسية والتعقل مع القوانين الخاصة بقطاع المناجم بإفريقيا على وجه الأموم وشاد على وجه القصوص الكل يشارك برأيه وفكره ويبحث عن حلول تنصب في صالح تنمية البلاد هذا ما بادرت به مجموعة التفكير والدعم السياسي لرئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو وتأييد برنامجه التنموي لشاد من الآن وحتى العام 2030 ودعم الخطط الوطنية للتنمية والتي تشمل عدة جوانب وقطاعات حيوية مثل الزراعة والتنمية الريفية والثروة الحيوانية والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية والرعاية الاجتماعية إضافة إلى الجانب السياسي والأمنية وخلال هذا اللقاء فقد تحدث وتداخل عدد كبير من المشاركين في أعمال اليوم التفاكرية بمختلف طبقاتهم الاجتماعية وطوائفهم الدينية وتوجهاتهم السياسية نحن فكرنا كيف السايد الرئيس في فكرة في الدائم لكي نوضح للمواطنين الجادين كل ما حصل وكل ما يحصل ما هو المبادر بيننا؟ هذي ممكن تالت مبادر وهي بتخص الطاولة المستديرة لتوميل البروغرام المشروع الوطني لتنمية في جاد لاحظنا عن طريقة الشبكات الانترنت والريزو السوشيو بعض من الإخوة جادين من ضمن أحزاب سياسية من ضمنهم جميعات معارضين لهذه المسألة ما ممكن شيء ينتج نتيجة للبلد نتيجة للشعب التشادي نتيجة للمواطنين التشادي يقول الشيء هذا هو ما ذاير كما تركزت جل هذه المداخلات حول همية الحصول على الدعم المالي لتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية من خلال الطاولة المستديرة التي ستنظم في العاصمة الفرنسية باريس في السادس من سبتمبر المقبل والتي تقدم فيها شاد مجموعة من المشاريع التنموية للمجتمع الدولية وخاصة الدول الصديقة والداعمة لشاد في مختلف المحافل الإقليمية والدولية ونشير إلى أن هذه الخطة الوطنية للتنمية سيبدأ تنفيذها من العام 2017 حتى العام 2021 من أجل توحيد الرؤى والوحدة الوطنية وتبادر الأفكار المختلفة من قبل الأحزاب السياسية في البلاد التي تنصب في المصلحة العامة وتطوير شاد بالدرجة الأولى لذا فإن منصقية أغلبية الأحزاب الرئاسية بالتعاون مع الأحزاب المعارضة الأخرى قاموا بتنظيم هذا اللقاء الذي أقيم لمعرفة مدى التضامن الحقيقي لهذه الأحزاب في الأوقات الصعبة كسماجي ميرسي منصق أغلبية الأحزاب الرئاسية قال بأنه يجب على كل الأطراف السياسية مساندة بعضها البعض وذلك للتقدم والتطور وكل ما يساعد في تنمية البلاد أما نائب منصق أغلبية الأحزاب الرئاسية ذكر بأنه من خلال الطاولة المستديرة التي ستعقد في باريس العاصمة الفرنسية ستناقش عدة نقاط هذا الملتقى يجب أن ينظر من قبل ممثلين الحياة السياسية والمجتمع المدني كخطوة تاريخية من خلاله يتخذ القرارات المهمة من أجل تحريك مؤسساتنا بعد تشخيصها هذا اللقاء يؤكد مدى تضامن الأحزاب السياسية المختلفة في تقدمي وازدهار البلاد لا زالت تتواصل عملية توثيق الشهادات المختلفة لكافة الموظفين بالدولة وذلك عبر الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا أونكس الأمر الذي جعل الحكومة الكادية عبر المفتشية العامة للدولة تقوم بإحصاء عام لموظفي جميع القطاعات والمؤسسات العامة التابعة لها في الإطار النظام للوظيفة العامة والعمل وأن هذه العملية تكتشف للحكومة العديد من الحقائق سيما الذين التحقوا بالوظيفة العامة بشهادات مزورة فضلا عن بعض الذين يتقادون أكثر من راتب شهري إلى جانب معرفة عدد الموظفين بكافة الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة وتهدف هذه العملية إلى التطهير العام وترقية الإدارة الرشيدة هذا هو دائب السلطات العليا بالبلاد يجينا هنا الجماعة دولة عندهم مراقبة عشان دا عندهم مراقبة الأوراق وهم دائما بفتشوا الدبلومات يعني الشهادة الأساسية وبعد دا الدبلوم مثلا البكالورية وبعد البكالورية بفتشوا الدبلوم الإدتاء الوظبية عشان دا نجينا دايرا نوثق أوراقنا ننتظر الناس المراقبة لما يجونا يلقون عننا جاهزين إن الهيئة الوطنية للمتحانات والمسابقات العليا أونيكس هي جهة رسمية تعنى بتنظيم الامتحانات والمسابقات الوطنية بالإضافة إلى توثيق الشهادات في ربوع البلاد تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار هذا وعن أهمية توثيق المستندات صرح المدير العام للهيئة الوطنية للصحافة بقوله لا يجب أن يرغبون كل من الناس المعالذة kalkقاً ننظر ح Kafka يبقوا في عام 82 دول وزارة التعليم في هذه المناطق المتحدث السابق كانت مشاهدة على صحاباتنا ومتير صحاباتنا لكن كانت في محطاتنا ومتير صحاباتنا سيكون حدقة كان من خطر بلنان التعليم في الولايات والمستندات الجانية يذكر أن عملية التطهير العام وترقية الإدارة الرشيدة تساعد في تطوير الدخل العام للخزينة العامة بالدولة وتفتح فرصا للشباب حاملي الشهادات في مختلف التخصصات من أجل الالتحاق بالوظيفة والأشغال العامة بالبلاد فيجب على الجميع تضافر الجهود وبذل المزيد والوقوف مع الحكومة لأجل بسط الشفافية والنزاهة في كل المجالات بغية تحقيق الأهداف المرجوة التي تسعى إلى الحكومة في كل مكان إعلاننا الآن متعلق بالحالة المتعلقة بالحياة الاجتماعية والسياسية لبلادنا تشهاد الحبيبة نخبر الرأي الوطني والعالمي لأن رئيس الجمهورية رأس الدولة في الكادر الاستشاري لرؤساء الأبطال الأهزاب الاجتماعية والوطنية قام باجتماع بالأمس بمقابلة كل الجمعيات المدنية وأهمية هذا الاجتماع لتبادل الآراء في النقطتين المهمتين هما تجديد معنى الكادر الوطني الهوار السياسي المسمى CNDP ثانيا تنظيم الملتقى المتعلق بإصلاح المؤسسات الدولة أما بالنسبة للملتقى لمؤسسات الدولة اهتم رئيس الدولة بهذه المبادرة السمها وكذلك كاسدو تشجعه في هذه المهمة بالنسبة للعلام أن كاسدو تعيد الحكومة بقتل الآلاقة مع قطر تفاديا من الإرحاب أن الطاولة المستديرة في باريس هي الانتهازية لبلادنا تشاد في سير التقدم والتطور لمستقبل بلادنا أن كاسدو تكون هناك في باريس لأجل المشروع المستقبلي ولذلك اتفقت كل الجمعيات المدنية والقوات السياسية الاجتماعية مترابطون حول PND لتقديم بلدنا تشاد ولكننا متأسفين أن بعد الأهزاب السياسية تؤارد هذا المشروع الطيب لأن PND هي تشاد بذاتها والمحكمة التاريخية تشارعنا اشتركوا في القناة